موسيقى أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود كياب بذخائر مدفعية وأنظمة صاروخية متنوعة في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 550 مليون دولار وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كاربي أنه سيتم إمداد أوكرانيا بذخائر إضافية لراجمات السواريخ المتطورة هيمارس بالإضافة إلى قذائف الأنظمة المدفعية التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تواصل إرسال أحدث أنواع الأسلحة إلى أوكرانيا شدد شولتس على أن بعض الأسلحة التي تقدم إلى كياب حديثة للغاية ولم يتم استخدامها بعد في الجيش الألماني مضيفا أن ألمانيا انتقلت لتسليح أوكرانيا لأنظمة سلاح أكثر تعقيدا وتكلفة مثل مدافع هاوتزر وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وأنظمة مضادة للطائرات وأشار شولتس إلى أن بعض هذه الأنظمة تم إنتاجها بكميات صغيرة نفت روسيا بشكل قاطع اتهامات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للجيش الروسي بجعل محطة زابوروجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا قاعدة عسكرية وقال الوفد الروسي المشارك في مؤتمر دول معهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قال إن موسكو ترفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلة وأوضح الوفد أنه لا توجد قوات عسكرية في محطة زابوروجيا إنما هناك عدد محدود من العسكريين لضمان سلامة المحطة إلى ذلك حضر وزير البنية التحتية الأوكرانية من أن صادرات بلاده من الحبوب قد تحتاج شهورا حتى تصل إلى مستويات ما قبل نشوب الأزمة مع روسيا أوضح أيضا أن عددا قليلا فقط من السفن سيغادر منطقة أوديسا الأوكرانية وذلك في الأسبوعين المقبلين وأن الأمر سيستغرق شهورا قبل عودة مستويات الصادرات إلى سابق عهدها ومن ثم معالجة أزمة الغذاء العالمية توقع مسؤولون بمركز التنصيق المعني بمراقبة اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية مغادرة سفينة حبوب واحدة يوميا من الموانئ الأوكرانية تنفيذا للاتفاق يأتي ذلك عقب مغادرة السفينة الأولى التي تحمل 26 ألف طن من نظرة الموانئ الأوكرانية في طريقها للبنان وسط ترحيب روسي وأوكراني ودولي وسط ترحيب عالمي استأنفت أوكرانيا تصدير الحبوب للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الروسية مع إبحار أول سفينة من ميناء أوديسا في مواجهة أزمة الغذاء العالمية الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش رحب بمغادرة السفينة معربا عن أمله في أن يحقق استئناف الصادرات لاستقرار والمساعدات الضرورية للأمن الغذائي العالمية للتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطية رحب أيضا بأبحار سفينة الحبوب الأوكرانية داعينا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق استئناف تصدير الحبوب والذي ترعاه الأمم المتحدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي بدوره اعتبر الأمر مبكرا جدا كما أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات أو التنبؤ بأحداث أخرى تخص مبادرة تصدير الحبوب مشيرا إلى أن 16 سفينة محملة بالحبوب تنتظر دورها لمغادرة المواني الأوكرانية في محاولة لوقف أزمة الغذاء العالمية موسكو من جانبها اعتبرت إبحار أول سفينة أمرا إيجابيا جدا وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنها فرصة جيدة لاختبار فعالية الآليات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأوكراني في المقابل وقعت موسكو اتفاقية مماثلة تضمن تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة على الرغم من العقوبات الغربية ومن المتوقع أن تساعد هتان الاتفاقيتان في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي أسهم فيها ارتفاع الأسعار في بعض دول العالم بسبب تعطيل أنشطة المواني الأوكرانية أفدت مفاوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد الفرين عبر المعبر الحدودية من أوكرانيا تجاوز عشرة ملايين لاجئ للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من جهتها ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفرين من أوكرانيا إلى بولندا وصل إلى خمسة ملايين ومائة وواحد ألف لاجئ وذلك منذ فبراير الماضي وأوضحت الوكالة أن البلاد استقبلت ثلاثة وعشرين ألفا وستمائة وافد من أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما عاد سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة أوكرانية إلى بلادهم ترجمة نانسي قنقر